بلقاء قبلي وعسكري تستقبل جبهة صرواح مجامع من المقاومة الشعبية والقيادات العسكرية في وادي الضيق لقاء جاء كتعبير عن اجتياز لمسافة متوسطة بين جبهة المخدرة وجبل مرثد حيث تدور معارك بين قوات الجيش الوطني وميليشيا الحوثي لا دلالات لهذا اللقاء وترديد الاهازيج الشعبية هنا أبعد من تأمين المنطقة والتقاء عدد من قيادات الألوية العسكرية الملفت هنا إذن أنه لأول مرة منذ الانقلاب العسكري الذي قامت به ميليشيا الحوثي والمخلوع التقت بهذه الجبهة قوات المنطقة العسكرية السابعة ممثلة بثلاثة ألوية عسكرية هي الثانية والسبعون ومائة وواحد وأربعون ومائة وخمسة وعشرون بالإضافة إلى اللواء الأول مشاه التقوا جميعا مع قوات المنطقة العسكرية الثالثة بعد تحرير المخدرة كاملة وجبال مرثدة ووصولا إلى وادي الضيق الاستراتيجي يعتبر طريق وادي الضيق هو الشريان الرئيسي لتغذية وإمداد ميليشيا الانقلاب بجابهات صروع والمخدرة وهيلان وبتحقيق هذا التقدم فإن الميليشيات تعتبر في وضع حرج بجابهة صروع خاصة بعد مقتل العشرات من قياداتها بوادي الضيق حيث يعتبر منطقة استراتيجية بين مديرية نهم وبني حشيش في صنعاء ومديرية صروع بمحافظة مأرب ويعد تحريره منجزا استراتيجيا كبيرا حققته قوات الجيش الوطني من المنطقتين السابعة والثالثة عادت الأخبار من صروع إلى الواجهة إذن وبذلك يكون وادي الضيق أحد أهم المناطق التي ستلعب دورا بارزا في سير المعركة القادمة حيث تهدف من خلاله القوات إلى قطع طريق مأرب صنعاء الخط الذي تتخذه الميليشيا طريق إمداد لصفوفها الخلفية في معركتها بصرواح وهو ما يساهم أيضا في استمرار المعركة في المخترة أيضا تبذل فرق هندسية من نزع الألغام جهود مضاعفة لنزع مخلفات الميليشيا التي زرعتها طيلة الأشهر الماضية حيث ساهمت في تأخر تقدم قوات الجيش بعد زراعة المئات من الألغام في مساحات تسيطر عليها الطيران العسكري التابع لقوات التحالف العربي كان حاضرا هنا حيث استهدفت مواقع للميليشيا بغارات جوية في جبهة الصرواح تركزت على تجمعات لعناصر من الميليشيا وآليات عسكرية كانت تستخدمها الميليشيا في استهداف مواقع الجيش بين هيلان وجبل مرثد